السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم أحبائي وأعزائي طلاب الصف الأول الإعدادي في آخر درس من دروس مادة الجغرافية للفصل الدراسي الثاني 2023-2024 الدرس بعنوان زي ما هو موجود قدامكم الدرس الثالث الأخطار البيئية الدرس الثالث الأخطار البيئية سبع وقبل كده الدرسين من الأخطار الطبيعية خدنا أول خطر من الأخطار الطبيعية اللي هو خطر من باطن الأرض الزلازل والبراقين بعد كده أخدنا اللي هي أخطار المياه والرياح اتكلمنا عن أخطار المياه والرياح بالتفصيل الفيضانات والسيول والانهيارات الجليدية والعواصف والعاصر وهي بعض النهاردة نتعرف على الأخطار البيئي ونبدأ بأول خطر عندنا من الأخطار البيئية وهو خطر التصحر بس قبل ما نتكلم عن الأخطار البيئية وأولها خطر التصحر بالتفصيل يا شباب ما تعلموا يا بعض كده نعرف ليه زهرة الأخطار البيئية يقولنا زهرة الأخطار البيئية لأن الإنسان تدخل في الطبيعة بناءً وتجميلاً مرة وإهداراً وتدميراً مرة أخرى وبالتالي زهرة الأخطار البيئية الإنسان لما تدخل في الطبيعة بناءً وتجميلاً دي جميل دي حاجة كويسة دي التعمير في الكون ولكن إهداراً وتدميراً هنا بأن زهرت الأخطار البيئية ونبدأ بأول خطر من الأخطار البيئية وهو خطر التصحر ويا بعض نتعرف ما المقصود بالتصحر يعني إيه تصحر يا شباب بيقولنا التصحر هو عبارة عن تدهور القدرة الإنتاجية للأرض الزراعية أنا عند أرض زراعية كانت الأرض الزراعية ديت مثلاً بزرعها مثلاً أطن بزرعها مثلاً رز بتجيب لي مثلاً خمسة طن رز السنة اللي بعدها لقيتها جابت لي أربعة طن السنة اللي بعدها تلاتة طن وهكذا وهكذا حد ما الأرض فقدت قدرتها على الإنتاج دي اللي احنا بنسميه التصحر وده صورة بتبين معنى كلمة التصحر بكل دقة يبقى ما المقصود بالتصحر هو عبارة عن تدهور القدرة الإنتاجية للأراضي للأراضي الزراعية طيب بقى التصحر دي بقى بيحصل إزاي التصحر ليه أسباب طبيعية وأسباب بشرية طيب بقى ويبعد كده نتعرف على الأسباب الطبيعية للتصحر أول سبب من الأسباب الطبيعية للتصحر تناقص كميات الأمطار احنا عارفين إن فيه أمطار يعني بمعنى أضاق فيه مية يبقى هيقبى فيه نبات طبيعة أو هيقبى فيه محاصل زراعي طيب ما فيه أمطار ولا فيه مية يبقى بالتالي الأرض هتتحول إلى أرض ما ما عندهاش القدرة على إنتاج النبات اللي احنا بنسميه التصحر يبقى أول سبب من الأسباب الطبيعية للتصحر تناقص كميات الأمطار السبب الثاني زحف القزبان الرملية على الأراضي على الأراضي الزراعي دي بتحصل بقى خاصة في مصر عندنا على هوامش الدلتا اللي هي الأراضي القريبة من الصحراء الغربية والصحراء الشرقية أو في مناطق الواحات ذات نفسها لأننا نحن عارفين أن الواحات بتقبى موجودة في قلب في قلب الصحراء ومعرضة للرياح المحملة بالرمال القزبان الرملية هتيجي تغطي النبات هتغطي المحاصل الزراعية هتموت المحاصل الزراعية الأرض ما عادتش هتقدر تطلع إنتاج إنتاج بعد كده يبا إحنا عندنا سبابين من أسباب الطبيعية للتصحر تناقص كميات الأمطار اتنين زحف الكزبان الرملي على الأراضي الزراعي طيب بقى في أسباب بشرية للتصحر زي الرعي الجائر وغير المنظم إيه الرعي الجائر وغير المنظم أنا عند عدد مثلا من الأغنام أو أي من عناصر الصروة الحوانية جت على منطقة فيها نبات فيها حشائش سواء حشائش سيفانة أو حشائش استبسة خلت الأغنام طرع فيها تكل هذه الحشائش أكلتها جت بعدها بعدما الأغنام أكلتها جيت وجبت نفس الأغنام وخلتها طرع تأكل في نفس المنطقة طب الأغنام جعانة مش هتلاقي أكل فهتعطف حربان برجلها لحد ما تطلع النبات من الجزور بتاعته وبالتالي الأرض مش هتقب قادرة على إنتاج النبات مرة مرة أخرى أسباب البشرية الرعي الجائر وغير المنظم اتنين قطع الأشجر وإزالة الغطاء النباتي طب إيه بقى أن قطع الأشجر؟ ما إحنا عندنا شباب الأشجر بتعتبر مصدات للرياح المحملة بالرمال الرمال اللي إحنا قلنا الكوسبانر زحف الكوسبانر الرملية على الغطاء النباتي طب أنا جت بقى وعملت إيه في الأراضي المحيطة في الأشجار الغابط في الأشجار المحيطة بيه الأرض الزراعية اللي عندي وخاصة على هوامش الصحراء أو في قلب الصحراء زي الوحات جت وقطعت هذه الأشجار وبالتالي مش هلاقي فيه مصدات للرياح مش هلاقي فيه حاجة تمنع الرياح المحملة بالرمال أن هي تيجي على الأرض الزراعي إزالة الغطاء وإزالة الغطاء النباتي نفس النظام المقصود به إزالة الغطاء النباتي إن أنا بقوم جاي على مناطق فيها حشائش طبعية مناطق فيها أشجار غابط واجأ أزلها عشان أبني مكانها أو أعمل أي مشروع أي مشروع مكانها من أسباب التصحر البشرية أيضا الاستغلال المفرط للأراضي الزراعية إيه الاستغلال المفرط للأراضي الزراعية ده بقى يا شباب أجي أنا عندي محاصيل مجهدة للتربة زي محصول مثلا الأطن أجي بعد كده وأمزارع الأرض أطن ووزرع وراها محصول مجهد للتربة وليكن مثلا أصب سكر وزرع وراها محصول مجهد للتربة وليكن مثلا أرزة لأنا كده بجهد الأرض كده بخلي الأرض ما تقباش قادرة ما تاخدش فترة راحة المفروض أن أنا بزرعها بمحصول مجهد للتربة أو مزرعها بعد كده بمحصول خفيف على على التربة ولكن الاستغلال المفرط للأراضي الزراعية بيؤدي إلى حدوث حدوث التصحر من الأسباب البشرية أيضا للتصحر تملح التربة نتيجة استخدام طرق الرأي التقليدية إيه الحتة دي أنا عندي طرق الرأي التقليدية إن أنا بغمر الأرض الزراعية بالمية طب ما هو أنتم عارفيني النبات ما بيقدرش يشرب المية دي كلها بيشرب على قد حكته طب والجزء الباقي من المية بيتسرب إلى باطن الأرض جزء بعد كده يتسرب إلى باطن الأرض هيرتفع منسوب المية في باطن الأرض وبالتالي النبات هيمد الجزء بتاعته في قلب المية فيطرها يحصل على الغزاء منين ما احنا عارفيني إن النبات بيحصل على الغزاء بتاعه من الطربة الزراعية من المادة العضوية اللي في قلب الطربة الزراعية ذات نفسها في قلب الطنق والشربة ذات نفسها لكن أنا ما بروي برأي تقليده بيرتفع منسوب المية في باطن الأرض هنا بيؤدي إلى تملح التربة وارتفع نسبة الأملح بها وبالتالي هتفقد قدرتها على إمتاج النبات وهيجع لها وقت من الأوقات ما اطلعش نبات خلص يبا احنا كده يبا احنا كده يا شباب اتعرفنا على معنى التصحر وقالنا أن التصحر هو تظهر القدرة الإنتاجية للأراضي الزراعية التصحر هو ايه؟ هو تظهر القدرة الإنتاجية للأراضي الزراعية طب ايه أسباب التصحر الطبيعية؟ تناقص كميات الأمطار قطع الأشجار وإزالة الغطاء تناقص كميات الأمطار دي من الأسباب الطبيعية السبب الثاني زحف الكزبان الرملية على الأراضي الزراعية دي الأسباب الطبيعية للتصحر طب ايه ترى الأسباب البشرية؟ الأسباب البشرية للتصحر قطع الأشجار وإزالة الغطاء النباتي الرأي الجائر وغير المنظم الاستغلال المفرط للأراضي الزراعية وتملح التربة نتيجة استخدام طرق الرأي التقليدي دي أول خطر من الأخطار البيئية عندنا وهو خطر التصحر أي بعد ما تعرفنا على خطر التصحر ما تيجي ويا بعد نتعرف على خطر تاني من الأخطار البيئية وهو حريقة الغابة هي الغابة لها أهمية شباب طبعا الغابة دي بتعتبر من أهم الثروات الطبيعية اللي ربنا سبحانه وتعالى منحها للإنسان على الأرض ليه؟ لأن الغابة بتعد جزءا من النظام من النظام البيئي الغابة بتساهم في استقرار النظام البيئي إزاي الغابات بتعتبر جزء من النظام البيئي وتساهم في استقرار النظام البيئي الغابات زي ما أنتم عارفين بتنقل جو من الملوسات ما احنا قلنا النبات الطبيعي بيعمل عكس عمل الإنسان الإنسان بيستنشق بياخد الأكسوجين ويطلع سنة أكسيد القربون طيب النبات بأن وخاصة الغابات بتعمل إيه؟ بتاخد سنة أكسيد القربون وبعد كده تتحوله وتطلعه مرة تانية أكسوجين فالغابات بتساهم في استقرار النظام النظام البيئي طيب وحرك الغابات بيعتبر من أخطر الكوارث الطبيعية ليه؟ ليه بيعتبر حريق الغابات من أخطر الكوارث الطبيعية؟ لأن حريق الغابات قد يستمر طويلاً ويسعب السيطرة عليه خاصة إذا حدث في البلاد في البلاد النامية يعني احنا عندنا مثلاً الصورة اللي قدامنا ديعت صورة لحريق من الغابات في الدول المتقدمة الدول المتقدمة هات تنهي حريق الغابات دوات بإيه؟ هذا عندنا طيارة أهية شباب طيارة ديعت فيها برادة الحديد أو فيها المادة اللي هي بتمنع وجود الأكسوجين في المنطقة ديعت عشان ما يساعدش على الاشتعال أهي بترش المادة ديعت على حريق الغابات وبالتالي الغابات الحريق اللي فيها بيطف بسهولة ولكن في الدول النامية الدول النامية هتجيب التكنولوجيا ديعت منين؟ الدول النامية ما وصلتش للي وصلت إليه الدول المتقدمة في التعامل مع الكوارث البيئية والطبيعية يبا بيعتبر حريق الغابات من أخطر الكوارث البيئية لأن حريق الغابات قد يستمر طويلاً ويصعب السيطرة عليه خاصة إذا حدث في البلاد في البلاد النامية ده بالنسبة لحريق الغابات طيب اللي بيعتبر من أخطر الكوارث البيئية وخاصة في الدول في الدول النامية طيب ويا بعض نتعرف على أسباب حدوث حريق الغابات إحنا بنشوف حريق كتير في الغابات طيب يا ترى الغابات ديت بيحصل فيها حرائق بسبب إيه؟ أول سبب البرقة والصواعق أنتو عارفين أن البرق والصواعق بيطلع منه بينبعث منه شرار الشرار ده هو لما بيمسك في الأشجار بيعمل إيه في الأشجار؟ بيؤدي إلى حريقة حريق الغابات طيب أول سبب من أسباب حدوث حريق الغابات البرق والصواعق ثاني سبب من أسباب حدوث حريق الغابات التخلص من المخلفات بطريقة الحرق التخلص من المخلفات بطريقة الحرق إيه التخلص من المخلفات بطريقة الحرق؟ بنقوم جايين ورميين القمامة بتاعتنا بجوار الغابات بنتخلص منها ونقلبها جنب الغابات بنقوم احنا مولعين ما اشعلين النار في هذه القمامة وبالتالي هي جنب الغابات ممكن شارارة منها او ممكن الرياح تقوم واخد النار اللي احنا ولعناها في القمامة ومدخلها جوه الغابة وبالتالي تشتعل النيران في الغابات ثلاثة عمليات الطهي دون الاخذ في الاعتبار للاحتياطات الضرورية لتجنب امتداد النيران احنا عارفين ان في الدول المتقدمة وحتى في الدول النامية بدأت تألد الدول المتقدمة في الحتة دي مجموعة من الشباب يقضي اجازة الوك اند فين يقضيها في الغابات عايزين مثلا يعملوا مثلا شاي عايزين مثلا يطهم عمليات الطهية اهيت يطه طعام استادوا مثلا اي حاجة عايزين يشوها مثلا على النار بيقوموا شويينها يعملوا الشاي بتاعهم الاكل بتاعهم بعد كده هيحبهم يمشهم فبيقوموا ردمين على النار او مطفيين النار وهم معتقدين ان كده النار طفط ونتفاجأ ان فيه هوى شديد يؤدي الى اشتعل النار مرة اخرى الرمض بيتحول الى النار مرة اخرى ويقوم ماسك في اشجر الغابات وبالتالي يحدث حريق الغابات يبقى اسباب حدوث حريق الغابات البرق والصواعق التخلص من المخلفات بطريقة الحرق عمليات الطاهي دون الاخذ في الاعتبار للاحتياطات الضرورية لتجنب امتداد النيران نعم احنا قلنا دلوقتي ان هم بيطهم مثلا طعامهم ما بيخدش بقى احتياطاتهم بقى ان النيران ديات ممكن تشتعل مرة ايه مرة تانية فبيقوموا مأساة بينها ومشيين ويتفاجئوا بعد كده ان النار مسكت ان النار مسكت في ايه مسكت فيه اشجر الغابات ده بالنسبة لأسباب حدوث حريق الغابات طب تعالوا ميا بعد نتعرف على نتائج حدوث حريق الغابات ايه النتائج المترتبة على حدوث حريق الغابات واحد تشويه الشكل الجمالي احنا لما بنشوف مثلا بيت لقدر الله حصل في حريق او شجر حصل في حريق بنشوف المنظر الجمالي بتاعه مشوه منظر الجمالي مواش كويس او نتخيلوا بقى لما غابا غابا بيقى غابا مثلا يحدث فيها اشتعال نيران يحدث فيها حريق شوف منظرها بتقبعي منظرها ما بيقباش كويس ما بيقباش بالنسبة للي بيشوفها ما بيقباش منظر جميل تشويه الشكل الجمالي للغابات اتنين انبعث الغازات الضر بالبيئة نتيجة حريق الغابات هتنبعث ايه طرع هو من الحرائق بتنبعث ايه ما هو بتنبعث اللي هو غاز سانو اكسيد القربون والغازات الدفئة اللي بتؤدي الى ما يسمى بالاحتباس الحرار اللي هناخده بالتفاصل دلوقت ان شاء الله ثلاثة القضاء على التنوع النبات والحيواني انتوا عارفين يا شباب ان في مجموعة كبيرة في مئات الالاف من الطيور والحيوانات بتعيش جوه الغابات طيب لما بيحدث حريق الغابات الحيوانات ديتها يحصل لها ايه الحيوانات ديتها هتطلع بره الغابات وبالتالي هتقبى مهددة مهددة بالانقراط دي بالنسبة للنتائج المترتبة على حدوث حريق الغابات تشويه الشكل الجمالي انبعاث الغازات اتضرب البيئة القضاء على التنوع النباتي النباتي والحيواني ده بالنسبة ليه حريقة الغابات تعالهم نروح بعد كده ليه الاحتباس الحراري اللي احنا بنسميه الدفء الكوني يعني ايه احتباس حراري يا شباب او يعني ايه دفء كوني بيقول ان الاحتباس الحراري هو الارتفاع التدريجي في درجة حرارة الطبقة السفلة من الغلاف الجوي والقريبة لسطح الارض نبص كده على تعريف الاحتباس الحراري بيجي كتير في الامتحانات يعني الارتفاع التدريجي في درجة حرارة الطبقة السفلة من الغلاف الجوي والقريبة لسطح لسطح الارض لتعريف الاحتباس الاحتباس الحراري طيب نروح بعد كده نتعرف على أسباب حدوث الاحتباس الحراري احنا قلنا الاحتباس الحراري هو ايه؟ ايوة قلنا هو الارتفاع التدريجي في درجة حرارة الطبقة السفلة من الغلاف الجوي والقريبة لسطح الأرض حدوث الاحتباس الحراري بيحصل ازاي الاحتباس الحراري بيحصل ارتفاع في درجة الحرارة ازاي بتاع الطبقة السفلة من الغلاف الجوي والقريبة لسطح الأرض بسبب انبعاث الغازات الدفيئة والتي تنتج عن الانشطة البشرية وخاصة الصناعة اتوسع الانسان في انشاء المصانع المصانع دي تشباب بينتج عن عملية الحرق فيها بينتج عنها انبعاث خروج الغازات الدفيئة وانتو عارفين ان الغازات الدفيئة اهمها غاز سانو اكسيديل كربون غاز الميسان والغازات اللي احنا بنسميها الكلورو فلورو كربون الغازات ديات بتؤدي الى ارتفاع درجة الحرارة او ما يسمى بالاحتباس الحرارة ولذلك النشاط البشر في مجال المصانع سلاحظه حدين حد ايجابي وحد سلبي الحد الايجابي بزود الانتاج بيوفر المنتجات الصناعية للشعوب طيب حد سلبي جانب سلبي او جانب سلبي او بتنبعث من عملية الصناعة من المصانع الغازات الدفيئة والتي تؤدي الى حدوث الاحتباس الاحتباس الحراريش يابا انبعاث الغازات الدفيئة والتي تنتج عن الانشطة البشرية وخاصة الصناعة وعمليات استخراج ونقل واستهلاك الطاقة اتنين قطع الغابات وازالتها وهو احنا مناطع الغابات ما احنا كده هنقل الكمية الاكسوجين في الجو وهنزود نسبة سانو اكسيد القربون احنا عارفين ان زيادة نسبة سانو اكسيد القربون بتؤدي الى ارتفاع درجة الحرارة اللي هو الاحتباس الحراري ثلاثة حرق الغابات احنا نسألين دلوقتي ان حرق الغابات ويؤد ايضا الى زيادة نسبة الغازات الدفيئة في الجو وبالتالي ارتفاع درجة حرارة الطبق السفلة من الغلاف الجو والقريبة من سطح الارض دي بالنسبة لاسباب حدوث الاحتباس الحراري نبص عليها تاني كده لو سمحتم نروح بعد كده اده صورة لحرق الغابات صورة لحرق الغابات هي تشباب قدامنا واده الغازات الدفيئة اللي بتطلع منها اللي هو الدخان الكسيف انتو عارفين ان الدخان الكسيف ده بيؤدي الى زيادة نسبة سانو اكسيد القربون في الجو وبالتالي حدوث الاحتباس الحراري طيب نروح بعد كده لأضرار الاحتباس الحراري ايه ترى أضرار الاحتباس الحراري واحد ارتفاع متوسط درجات الحرارة في العالم طيب لما بترتفع درجة حرارة العالم بيؤدي الى ايه زوابان الجليد وخاصة في المنطقة القطبية اللي هي عند القطبين طيب لما بيزوب الجليد وبتقلم ساحة الجليد عنده القطبين بيحصل ايه ارتفاع منسوب مياه البحار والمحيطات ما هو زوابان الجليد التلج المية بتاعت زوابان الجليد ما هتنزل في قلب منسوب البحار هتنزل في قلب البحار والمحيطات وبالتالي هي ارتفع منسوب مياه البحار والمحيطات طيب لما بيرتفع منسوب مياه البحر والمحيطات بيحصل ايه غرق السواحل وبعض اجزاء من المدن الساحلية لكن عندنا دراسة بتقول يا شباب ان مدينة الاسكندرية مهددة بالغرق نتيجة حدوث الاحتباس الحراري والكلام ده كان سنة 2025 لو زلت درجة الحرارة بتاع العالم ترتفع بالمعدل اللي هي عليه ده هيزوب الجليد هترتفع منسوب مياه البحر والمحيطات وبالتالي المدن الساحلية هيغرق اجزاء اجزاء منها وحنا عندنا زي ما احنا عارفين ان في بعض اجزاء من مدينة الاسكندرية غرق تحت مية البحر المتوسط طب والدليل على كلامي هو ايه الدليل على الكلام ان معظم الاثار اليونانية والرومانية دي كانت مبنية هيت معابد ومبنية متاحف ايامها على سطح الارض لما جاءنا نطلعها طلعناها من تحت مية البحر البحر المتوسط غرق السواحل وبعض اجزاء من المدن الساحلية تغير في باقي عناصر المناخ كالضغط والرياح والامطار يعني مثلا ممكن الامطار تنزل في غير الموسم بتاعها يعني احنا عندنا مثلا امطار بتسقط على مصر في فصل الشتاء ممكن امطار تسقط على مصر في فصل الصيف اتجاه الرياح هيتغير مناطق الضغط الجو على سطح الارض ايضا هتتغير بسبب الاحتباس الاحتباس الحالي السؤال هنا بقى بالنسبة لأضرار الاحتباس الاحتباس الحالي طيب لما يجلنا يا شباب ويقول لنا مقترحاتك لحل مشكلة الاحتباس الحالي نقول له ايه نقول له اول حاجة ان احنا نبحث عن مصدر جديد للطاقة وخاصة الطاقة المتجددة والنظيفة ان احنا نوقف ازالة الغابات ان احنا ما عدناش نحرق القمامة بتاعتنا المخلفات بتاعتنا ان احنا اللي يستخدم يا شباب طاقة من الطاقة اللي هي البترول والحاجات ديات نفرض عليه درائب كتير ويعني مثلا السيارات اللي بتشتغل بالبنزين والسولار والحاجات ديات بتؤدي الى تلوث البيئة وانبعاث الغازات الدفئة طيب ما احنا عندنا بديل لها اللي هو الغاز الايه الغاز الطبيعي نستخدم الطاقة المتجددة كده خلصنا اخر درس من دروس الجغرافيا في الفصل الدراسي التاني وهو الاخطار البيئية وفرقنا ما بين الاخطار البيئية والاخطار الطبيعية قلنا ان هي اللي بتحدث نتيجة تدخل الطبيعي والانسان ويا بعض البيئية طيب الاخطار الطبيعية لا دي تدخل الطبيعي بس تبنيهية اللي لها جوانب ايجابية وجوانب سلبية الاخطار الطبيعي طيب ما للاخطار البيئية لا الاخطار البيئية سلبية فقط اضرار فقط ملهاش ملهاش اي فوائد وان بتجلب الاخطار البيئية كوارس على الطبيع والانسان معا ده مش في الحاضر بس ده ايضا في المستقبل اخدنا اول خطر طبيعي عندنا وهو خطر التصحر اتكلمنا عن اسباب التصحر اخدنا بعد كده حرائق الغابات اتكلمنا عن اسباب حرائق الغابات قلنا البرق والصواعق التخلص من المخلفات بطريقة الحر عمليات الطهي دون الاخذ في الاعتبار الاحتياطات الضرورية لتجنب امتداد النيران بعد كده اتكلمنا عن نتائج حرائق الغابات قلنا من النتائج المتلتبة على حرائق الغابات تلوس الشكل الجمالي انبعاث الغازات الضرر بالبيئة والقضاء على التنوع النباتي والحيواني بعد كده اتكلمنا عن اهم خطر بيئي وهو الاحتباس الحراري عرفنا الاحتباس الحراري وقلنا معناه هو الارتفاع التدريجي في درجة حرارة الطبقة السفلة من الغلاف الجو والقاربة لسطح الارض اخذنا اسباب حدوث الاحتباس الحراري انبعاث الغازات الدفئة اتنين الانشطة البشرية وخاصة الصناعة وعمليات استخراج ونقل واستهلاك الطاقة قطع الغابات وازالتها حرق الغابات بعد كده اتكلمنا عن اضرار الاحتباس الحراري ارتفاع متوسط درجة حرارة العالم زوابان الجليد وتقلص مساحاته عند القطبين ارتفاع منسوب مياه البحر والمحيطات غرق السواحل وبعض اجزاء من المدن الساحلية تغير في باقي عناصر المناخ الضغط والرياح والامطار بعد كده اتكلمنا عن جهود الحكومات لتقليل الاحتباس الحراري وقلنا ترشيد استهلاك الطاقة والبحث عن مصادر طاقة متجددة ونظيفة وقف ازالة الغابات ادارة المخلفات بطرق علمية تقلل الانبعاثات الحرارية واخيرا زيادة فرض الضرائب على من يستخدم طاقة تزيد الانبعاث الحراري وبكده نكون وصلنا لنهاية الدرس النهاردة والى اللقاء ان شاء الله في دروس اخرى من مادة التاريخ للفصل الدرس التاني 2023-2024 والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبركاته